هداية تواصل تشكيلة المنطخب الوطني لكرة تياليا تحضيراتها في التربص الثاني الذي يجريه رفقه من سعود بركوس بقاعة بوسماعيل بيتيبازا تحسب لكأس أمام أفريقيا المقررة شهر المقبل بيلغابون هذا ويجري أشبال المدرب صوفيان حيواني ومحمد صغير زردين تدريباتهم صباحا ومساء وأكد طاقم الفني أن خضر الكرة الصغيرة بصدد لعب دورة تحضيرية في سلوفينيا قبل دورة قطر الدولية مهدم أمريكان حاضرا وعاد بالتالي نحضر ركزنا على الجانب البدني والفني في نفس الوقت لأنه قضية وقت ونتمنى إن شاء الله في أقرب وقت تكون لنا محطات مباراية ودية لنديروا فيها تقييم لنخرجوا بالقائمة الأخيرة لنشاركوا بها إن شاء الله طاربوس الوحيد اللي راح يكون في الضوحة هذا اللي راح هو رسمي لكننا نجري وراء طاربوس ثاني إن شاء الله يكون في سلوفينيا بين سلوفينيا وسيربيا إن شاء الله نقاش بزاف اللاكوب دافريك ومجدو ساسا في لونتو مدخلنا سلطاج ما يدخلنا صح الوقت هذا اللي وقت صغير ما نحن نخدم الماكسيما ما ندير في الماكسيما مش إن شاء الله لنحقوا لنهار الجورجية اللاكوب لنحقوا عن فارن إن شاء الله ساعة سفرية عند تحضيرت وقت دياق ونشار رنص بي باريكوب دافريك نحن إن شاء الله نقول لكي ما أدركا لازم نقاطرش فوكاليزين على هذا المعناش الوقت ما ننشل نحن لازم نخدمه هذا الأبريود وما مش نديره فارق تنافسي كأس فريقية إن شاء الله نحن فريق الجزائر كما يقول لك رح ندفع لحوضتنا بكامل العزيمة والروح اللي عندنا وإن شاء الله نضرب لآخر اللحظة هذا ورد عضو طقم الفني محمد صغير زين الدين على الانتقادات بعد توقيف بطولة القسم الممتاز كما تحدث مدرب الحراس داود عميروش على قضية الحارس عبد المالك سلاحجي الذي رفض الالتحاق بالنخبة الوطنية لحد الآن طلبنا من الاتحادة عشان يوقفوا البطولة هذه لأنما الوقت متما كنا نتكلم عن الوقت قسير الوقت كثير المنتخب من عشرين شهر هو قاعد متى انت تحضر المنتخب تأكله وزيد تخليهم يروحوا يلعبوا بطن لا تنسوش بلاد اللعبين يعني يظهروا شيء كما يقولون هنكون مونطال كين يشغل ولا ما ينجم شيء يمد ماشي يكون نتمنى ويكون معنا يعني الآن أنا نجلعه يعني بشي هو مستدعي يعني هو وما يخفلكمش يعني حتى كورتليد بدي جوش تحبس يكون سلاح جي ولا هل ما يكون حمده بين يكون وكين حراس مرمى وكين حنا انتياقوا هذي يعني في حراس لي معنا تاني كان تاني بن منيلي عنده خبراء كين عادل بوسمال كان خليفة اللي يراهوا من آآ برص حراس يعني ولا هل سعني نجم نقولها على